هم كلهم الأوائل الأوائل على الجامعات من الأسبوع السبعين في حصتنا كانت ألف وثمانية واربعين أبداً فتا عينات البشر في هالعالم هم يجوي بس أغلبهم ما كان يعرفون فهذا من خلال هذه النداء توجيه لهم يطلع أمرك على وزارة العمل المشهولة الاجتماعية باشر لأنك عندك عشر تيام تعرفي التجراءات الحكومية فعشر تيام الحد الآن من الأصل الاربعمية وثمانية وثلاثين باشروا تقريباً ميتين وتسعين فإنتم هاي إن شاء الله خمسة يام تباشرون بها عمودة تدخلون بالتدريب ويزملاكم للأمانة خامة جديدة كلهم حمل الشهادات أعليا دكتوراء وماجستير وبكالوريوس كلهم أوائل إن شاء الله إن شاء الله إنه يعني دماء جديدة هي تحماية اجتماعية هذه بعد إنه ماكو تعيين اللي صارها تقريباً سبع سنوات ستة وإن شاء الله إنه نكمل هاي الحملة نكمل البقية إنه مثل ما وعدناهم القدمه رح نكملهم عملية الاستهداف الديمغرافية إن شاء الله طيب دكتوريليوم شون أنتم مثلا يعني يتقيسون محددات الفقر يعني هسا ممكن يسئل أو محددات العازة الفقر شون حتحددوا هاليوم قانون الحماية اجتماعي بفقرة واضح إنه أكو فئات محددة مثلاً أرملة المطلقة زوجة السجين هاي الفئات المعروفة بالقانون أو أسرة معدومة الدخل زوجة السجين يشملها نعم يشملها براتب الحماية اجتماعية والعزباء يعني عبرة الخمسة وثلاثين سنة ومتى الزوج أيضاً الهراتب حماية اجتماعية والعاجزة والمعاقة هاي الفئات المحددة إضافة إلى هذا أن هاي الفئات المحددة معيار الأساسي هو معيار خط الفقر إحنا كهيئة حماية اجتماعية تسمعين دائماً شملتوا الأغنية شملتوا الناس ما تستحق الباحث الاجتماعي هو المسؤول عن الشمول وأنا رح أقول نتشاول الأمان لأول مرح تشاول كل صراحة وأنا أيضاً باحث اجتماعي نحن كباحثين اجتماعي فئة حماية اجتماعية